سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشهود الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياض رئيس الإجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ينطلق عند الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت سباق العيد الوطني للقدرة لمسافة 120.80 كم تأهلية ويشارك في سباق عدد من فرسان المملكة يمثلون مختلف الاستبلات المحلية في المملكة هذا وقد تبع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق الثالث لموسم القدرة حيث أكد سموه على ضرورة إنجاح الموسم الحالي وتوفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للفرسان من أجل إبراز الصورة المشرفة عن رياضة القدرة البحرينية والمحافظة على الإنجازات الكبيرة التي حققها الفرسان في سباقات الماضية مشيدا بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق ترجمة نانسي قنقر